فاز الزعيم المسيحي ميشيل عون برئاسة الجمهورية اللبنانية بعد حصوله على الأكثرية المطلقة من أصوات مجلس النواب بعد عامين ونصف من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة وبعد تسوية وافقت عليها غالبية الأطراف السياسية وتعهد عون خلال خطاب القصم مما مجلس النواب بأن يبقى لبنان بعيدا عن نيران النزاعات المشتعلة في المنطقة مؤكدا عزمه إطلاق خطة اقتصادية تغير المسار المتدهور حاليا في البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة والذي يئنه تحت وطأة وجوده أكثر من مليون لاجئ سوري على أرضه إن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنعه عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه وفور أعلان رئيس البرلمان نبيه بر فوز عون انطلقت المفرقعات في مناطق لبنانية عدة احتفاء بالفوز وكانت طهران أول المهنئين بانتخاب الرئيس الجديد ووصل عون بعدها في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في بعبدة شرق بيروت حيث استقبله الحرس الجمهوري والفرقة الموسيقية التابعة له وتم إطلاق واحد وعشرين طلقة متفعية ترحيبا به ويعد حزب الله الذي يقاتل منذ العام 2013 إلى جانب النظام السوري حليف عون الرئيسي منذ العام 2006 ويتهمه خصومه بأنه يعرض لبنان المنقسم على خلفية النزاع السوري للخطر بتورطه في سوريا وبات عون الرئيس الثالث عشر للبنان ويكون بذلك حقق حلما مزمنا لأنصاره في هذا البلد الصغير المتعدد الطوائف بدأ مع انتقاله من قيادة الجيش إلى رئاسة حكومة موقعة في نهاية الثمانينات وصولا إلى تزاعمه أكبر كتلة نيابية مسيحية منذ العام 2005 ترجمة نانسي قنقر